النهاردة كان فيه اعلان عن طاقم تحكيم مباراة الاهلي والعين في بطولة الانتر كونتنينتل التركي خليل اموت ميار هو اللي هيحكم المباراة كحكم الساحة ومعه طاقم تحكيم تركي من مساعدين وحكام افار طيب ابرز المعلومات عن الحكم التركي خليل اموت ميلر هو عنده 38 سنة حكم صغير في السن تواجد فيه بطولة يورو الفين اربعة وعشرين وزهر في دورة ابطال اوروبا الاول مرة عام الفين وعشرين واضار بشكل عام في مسيرة تلتمية اربعة وعشرين لقاء واشهر البطاقة الصفراء الف خمسمية سبعة وستين مرة واشهر البطاقة الحمراء تمانية وتمانين مرة واحتسب مية تسعة وعشرين رقلة جزاء ادار سلاس مباريات في دورة ابطال اوروبا هذا الموسم واشهر خلال السلاس مباريات اتناشر بطاقة صفراء ولم يشهر اي بطاقات حمراء ولم يحتسب اي رقلة جزاء تعرض لازمة كبيرة في 11 ديسمبر 2023 عندما اعتدى عليه فاروق كوكا رئيس نادي انكارا جوتشو بعد مباراة فريقه امام ريزا سبور والتي انتهت بهدف مقابل هدف وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين كما شهدت تسجيل ريزا سبور لهدف التعادل في ديئة 97 الامر لسان في غضب رئيس نادي انكارا والتي اعتدى على اموت وتسبب في اصابته على مستوى الوجه اداله بنية يعني زي ما انت شافت الصورة كده اداله بنية فعني زي بتاعة الافلام ماشي